اهلا بكم بالنشرة الرابعة من الرياض وهذه ابرز عنوين اليوم وسط رد ايراني متوقع قائد القيادة المركزية الامريكي يصل الى اسرائيل ودعوات لضبط الهوز اعلام حوثي يقول بان غارات امريكية بريطانية استهدفت مطار الحديدة ومنطقة الجفانة في البحر البنتاجون يعلن موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع انظمات عسكرية لسعودي ومنصة احسان تستقبل اكثر من مليار وثمانمائة مليون ريال خلال شهر رمضان والضار جماهير الكرة السعودية تجه الليلة الى ابو ظبي لتدويج بطل كأس السوبر السعودي نبدأ نشرتنا من تداعيات استهداف القنصلية الايرانية في دمشق قبل ايام حيث وصل رئيس القيادة المركزية الامريكية الجنرال مايك كوريلا الى اسرائيل والتقى بوزير الدفاع الاسرائيلي وافغالانت ومسؤولين اخرين لبحث الرد الايراني على استهداف قنصلية طهران في دمشق والذي اصفر عن مقتل جنرال ايراني رفيع المستوى مطلع الشهر الجاني كما اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان وزير الخارجية انتوني بلينكين اكد لوزير الدفاع الاسرائيلي جالانت في اتصال هاتفي ان الولايات المتحدة ستقف الى جانب اسرائيل ضد اي تهديد ايراني دوليا ناشد المتحدث باسم الكرملان ديمتري بسكوب كل من اسرائيل وايران وجميع دول المنطقة الى ضبط النفس لضمان عدم زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط وذلك تعليقا على تقارير عن هجوم وشيك محتمل من ايران او وكلائها على اسرائيل وزارة الخارجية الروسية اوسط بشدة الروس بالامتناع عن السفر الى منطقة الشرق الاوسط وخاصة الى اسرائيل ولبنان والاراضي الفلسطينية الا في حالات الضرورة القصوى وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخروفا ان الوضع المتوتر في منطقة الشرق الاوسط مستمر لا سيما في منطقة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وكذلك في منطقة الخط الازرق بين لبنان واسرائل أيضا قالت وزارة الخارجية الألمانية أن الوزيرة أن لينا بيربوك ناقشت ما وصفته بالوضع المتازم في المنطقة مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان ودعت بيربوك جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية والتحلي بضبط النفس الوزيرة الألمانية شددت على أنه لا مصلحة لأحد في مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلع قالت أن تقييمات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تشير إلى هجوم إيراني وشيك وواسع النطاق بصواريخ ومسيرات من قبل إيران أو وكلايها ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل وأن ذلك أصبح وشيكا وقالت المصادر أن الهجوم المحتمل ربما سيكون باستخدام صواريخ عالية الدقة وقد يحدث في الأيام المقبلة لكن لا يوجد يقين بشأن تقييم هذا الهجوم أضاف أحد المصادر لملومبرغ أن البعثات الدبوماسية الأجنبية في إسرائيل تستعد لهجمات محتملة ولديها خطة إخلاء طالح معنا من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل لوتوم أهلا بك دكتور نبيل هل أصبح الرد الإيراني مؤكدا هذه المرة كل عام أنتم بخير أستاذ محمد يعني أعتقد أن الإيرانيين ما زالوا يمارسوا سياسة التريث وليس الاندفاع خاصة أن الإيرانيين أعلنوا حتى عبر تحليلات في وسائل الإعلام وردت أنهم يريدوا أن يستنزفوا القدرات المتعلقة بإسرائيل وممارسة حرب نفسية عليها الآن إيران تدرك تبعات أي مواجهة مباشرة ومخاطرها على الأمن القومي الإيراني يعني محمد إذا تذكر خلال الفترات وفي عجز الصراع الذي كان ما بين إيران والجانب الإسرائيلي لم تصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة خصوصا أنه خلال الفترات الماضية يعودون الإيرانيين على ما يسمى بسياسة الصبر الاستراتيجي يعني تم اغتيال عشر من العلماء النوويين الإيرانيين وكان آخر محسن فخر زادة اغتيال قاسم سليماني الرجل الثاني في النظام الإيراني لم ينجروا إلى هذه المواجهة لكن الآن تصعيد دعني أسميه وثيرة المواجهة والتسخين هو يخدم إيران من عدة نواحي الناحية الأولى هو يريد أن يبتزوا إسرائيل ويبتزوا الدول الغربية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني مع جمود عملية التفاوض مع جمود أيضا مساعي إيران للحصول على الأرصد المجمدة في الخارج وربما يريدون تفعيل ما يسمى به العامل الدبلوماسي والحراك الدبلوماسي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ضمن استراتيجية ما يعرف بتحويل التهديدات إلى فرص الأمر الثاني أنا اللي برجحه محمد هو الدخول على ما يسمى بحرب الوكلاء بمعنى توظيف وكلاءها وأذرحها الموجودة عبر الحريق الإقليمي لازدج بها فئة المواجهة مع الجانب الإسرائيلي ربما قد تدفع أذرحها أو ميليشيات شبحية قد تكون في سوريا بما نتحدث عن الوكلاء دكتور نبيل من الضحية هذه المرة؟ سوريا لبنان العراق اليمن أم من؟ كبش الفداء محمد دائما عودون الإيرانيين بعد انتهاء الحرب العراقي الإيراني وانتقال إيران إلى ما يسمى بستراتيجية المصدات عبر وكلاءها وأذرحها مستغلين ما حدث في المنطقة خصوصا دخول إيران بعد احتلال العراق وأسقاطه في نيسام من عام 2003 ثم حالة الربيع العربي صنعوا ميليشيات وأذرح باعتبرها الخنادق للدفاع عن المجال الحيوي الإيراني وبالتالي كبش المحرقة هو الشعب اللبناني والشعب السوري والشعب الفلسطيني والشعب اليمني بمعنى أن إيران سوف تقاتل حتى آخر سوري وحتى آخر يمني وحتى آخر لبناني حفاظا على مصالحه وبالتالي دائما نحن من رجح ما يسمى بحروب الوكالة وهذا ما تحدث عنه عدد من المسؤولين الإيرانيين حدما تم اغتيال دكتور نقطة مهمة هنا تعرف بأن هناك هجمات اغتالت مسؤولين وقادة في حزب الله في المبنان وفي بلاطة أخرى ولكن لدفاع عن إيران ولمواجهة مع الدول الغربي وبالتالي هذا هو ديدا إيران في التعامل مع ذلك لكن خطورة ما يجري حاليا محمد ضمن ثلاث سياقات أساسية السياق الأول هو أن إسرائيل أزالت الغموض عن العمليات التي باتت توجهها طيب ولكن دكتور هناك نقطة مهمة هناك مصادر تشير إلى أن الرد سيكون في سوريا ولن يكون من لبنان هل تتوقع بالفعل بأن تكون المبادرة أو الرد هذه المرة من سوريا وليس من لبنان أو من أي مكان آخر؟ أعتقد أنه الهجوم إذا كنت سمعت سؤالك أستاذ محمد أنه الهجوم لن يكون من جانب إيران بشكل مباشر بمعنى لن تنطلق الصواريخ من الأراضي الإيرانية في أحد المرات سؤال أحمد النجاد لماذا أنه تقومون بيطلق صواريخكم ومسيراتكم على إسرائيل بعد سرقة الأرشيف النووي الإيراني بل أن الإسرائيليين سوف يعود إيران إلى الحصر الساساني وبالتالي لن تستطيع إيران الدخول على المواجهة بشكل مباشر إيران أضعف من أن تقوم بذلك لكن هذا الأمر له مخاطر على الأمن الإيراني أنه لم تقم بالرد المباشر أن إسرائيل سوف تحاول أن تقوم بعمليات نوعية أكبر ضد الجانب الإيراني وتضع الجانب الإيراني أمام مزيد من عمليات الإحراج أمام وكلاء وأدرعه عملية انكشاف أنه لم يستطع أن يدافع عن نفسه فسوف يدافع عن وكلاءه هم لا ظير لديهم في أي حالة من الأحوال بأن يقوموا بتوجيه هذه الميليشيات التي صنعوها خلال الخمسة وعشرين عام الأخيرة ودربوها وكما قال أحد المسؤولين الإيرانيين إحنا زي مدرب كرة القدم دربنا هذه الميليشيات نزلناهم إلى الملعب الإقليمي وبالقل أن يقوم المدرب بالانخراط في مباراة كرة القدم وسأل حتى المضيع عندما وجه له هذا السؤال لماذا لا تقومون بالدفاع مباشرة عن وكلاءه وأذرعه قال إحنا كمدرب كرة القدم ومدرب كرة القدم دائما يقعد على أو يجلس على السدة لمتابعة أداء الفريق ويعني في إشارة واضحة إلى الوكالة وأنه لن ينخرطوا في هذه المواجهة المباشرة وهذا ما عبر عنه بالمناسبة محمد جوار الضريف عندما سأل أن الدستور الإيراني يتحدث عن الدفاع عن المستضعفين فلماذا لا تقومون بالدفاع عن المستضعفين في غزقه صحيح أن يتحدث عن الدفاع عن المستضعفين ولكن ليس الحرب نيابة عنهم وبالتالي الإيرانيين برعوا وسوف يبرعوا فيما يعرف بحروب الوكالة فقط طيب سؤال أخير وإجابة سريعة لأنه يبدو في أنه مشكلة في التواصل وفي السماع السؤال بشكل مباشر هناك توقعات بأن يكون الرد الإيراني عن طريق سوريا تحديدا وليس على لبنان أو أي مكان آخر هل تتوقع ذلك أيضا؟ وارد جدا خصوصا أنه لا يريد أن يحملوا محمد حزب الله اللبناني وزر هذه العملية خاصة أن حزب الله يعتبر الورقة الرابحة التي سوف يستخدمها الإيرانيين فقط في حال توجيض ضربة عسكرية مباشرة وشاملة ضد المنشآت النووية الإيرانية وبالتالي قد تقوم هناك ميليشيات شبحية وليس ميليشيات محددة حتى لا يتحمل أذرع إيران وكلام الموجودين حتى في سوريا وزر هذه الضربات بمعنى أن كبش المحرقة أو كبش الفداء سوف يكون أقل ثمنا بالنسبة للجانب الإيراني وبالمقابل ربما الحركة الحوثية من خلال وسائل الإعلام الإيرانية حسين شريعة مداري دعا الحركة الحوثية وحركة أنصر الله الحوثية إلى الاستعداد إلى المواجهة الكبرى وهذه رسالة ضمنية أنه قد تقوم إيران بدفع هذه الميليشيات لإرسال طائراتها وصواريخها إلى إسرائيل أيضا حتى للوكلة تقييمات مختلفة في طهران الخبير والباحث في شان الإيراني دكتور نبيل العتوم شكرا جزيلا لك نبقى في ذات الملف حيث أجرى سلاح الجو الإسرائيلي مناورات تحاكي شن هجمات بعيدة المدى تشمل عملية تزاود مقاتلات بالوقود في الجو بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي حدة التوتر تزداد يوما بعد يوم ترقبا للهجوم الانتقامي الإيراني من إسرائيل وسط مؤشرات عن قرب هذا الهجوم في إيران جدل بشأن إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران الخبر سربته وكلة مهر أولا نقلا عن وزير الدفاع بمبرر إجراء تدريبات عسكرية ثم جرى تكذيبه لاحقا من السلطات الإيرانية وقبلها بساعات أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتانزا تعليق رحلاتها أما في إسرائيل فدرجة التأهب الأمني والعسكري وصلت أقصاها مصادر تحدثت لوكلة بلومبرغ عن حالة توطر داخل إسرائيل حيث تستعد البعثات الدبلوماسية الأجنبية لهجمات محتملة ولديها خطط إخلاء طارئة في وقت أعد المسؤولون الإسرائيليون إجراءات طوارئ بما في ذلك مولدات الطاقة والهواتف عبر الأقمار الصناعية موقع أكسيوس من جهته أفاد بزيارة مبرمجة لقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل بهدف التنسيق حول هجوم إيران المحتمل قبل ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لوزير الدفاع أفغالانت أن واشنطن ستقف مع إسرائيل ضد أي تهديد إيراني على وقع هذا التصعيد أيضا جدد الإسرائيل مناورات مشتركة حاكي شن هجمات بعيدة المدى تشمل عملية تزويد مقاتلات بالوقود في الجو سلح الجو نفذ في هذا السياق تدريبات مع ناظره القبرصي وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي معنا من القدس المحلل السياسي يوني بن مناحم سيد يوني أهلا بك هل كانت تلبيب تحاول الحصول على رد إيراني ما لتوسيع دائرة المواجهة في الشرق الأوسط؟ لم أسمع السؤال في المشكلة بسرعة ممكن نتعيد سأعود السؤال مرة أخرى هل كانت تحاول تلبيب الحصول أو توسيع دائرة المواجهة من خلال السفزاز طهران بهجمات مثل التي حدثت مؤخرا في القنصرية الإيرانية في دمشق؟ بالتأكيد لا هذه نظرية المؤامرة غير صحيحة إسرائيل ليس معانية بفتح أي جباءات أخرى وخاصة مع إيران إسرائيل تريد إنهاء الحرب في قطاع غزة وأيضا التواصل إلى اتفاق مع حزب الله في الشمال لكي يعود المواطنون الإسرائيليون الذين تركوا منازلهم في الشمال في السابق من أكتوبر وليس معانية بحرب جديدة أو جبهة جديدة مع إيران طيب ماذا كانت تتوقع عندما تهجم دولة ما على القنصرية الإيرانية وحتى لو لم تعترف إسرائيل بذلك الكل يتحدث عن إسرائيل لما تستهدف قنصرية إيرانية وتغتال مسؤولين وقادة عسكريين ما بين سوريا ولبنان أليست هذه محاولة لتوسيع دائرة المواجهة أم أنها لا تتوقع ردا من طهران أول شيء إسرائيل لم تعترف بأنها هي من وراء هذه العملية الشيء الثاني إسرائيل تقول أن هذه العمارة هذه الأدى المبنى هو ليس مبنى القنصرية الإيرانية وهو قيادة فيلق القدس في سوريا ولذلك هي عمارة عسكرية والشيء الثالث لماذا لا يتقلم أي إنسان عن ما كان يقوم به حسن مهدابي هذا الجنرال الإيراني الذي كان يخطط على العمليات ضد إسرائيل وفتح جبهات مع إسرائيل فإذا إسرائيل هي من وراء هذا الحديث فهو يترى بأنه هو الدفاع عن النافس وليس هجوم على مبنى إيراني إذن نقطة مهمة في البداية تقول بأن إسرائيل لم تعترف بتنفيذ الهجوم ولكنها تدافع وتقول بأن هذا المبنى ليس قنصلية وليس بعثة دبلوماسية من يقرر كون ذلك بعثة دبلوماسية أم لا هي الدولة المضيفة والدولة المستضافة إيران وسوريا ولكن في المقابل عندما تريد إسرائيل الدفاع عن نفسها وأنت تمنحها الحق في الدفاع عن نفسها أيضا هناك ردد فعل من إيران متوقع هل هذا الرد المتوقع كان محاولة من إسرائيل لتوسيع دارة المواجهات مرة أخرى وهل تتوقع أن تقف إيران مكتوفة اليدين في أي مواجهة مقبلة هناك حرب خرفية بين إسرائيل وإيران تستمر عدة سنوات هذا ليس شيء جديد وما شاهدناه هو جزء من هذه المعرقة المفتوحة في معرقة بحرية في معرقة جوية في معرقة برية من جميع المناطق في الشرق الأوسط وإيران تستخدم الوكلاء للهجوم على إسرائيل وتضعي بأنها ليس من وراء هذه الميليشيات وأن هذه الميليشيات تتصرف بالسورة مستقلة فالقول يعني بأن هذا كذب كبير ولذلك من حق إسرائيل إذا هي من وراء هذا الهجوم في دماشق من حقها أن هي تقوم أيضا بمبادرة وتدرب استباقية إذا لدي معلومات استخباراتية بأن فعلا في هناك مخططات للهجوم على إسرائيل طيب هذا الكلام هل تتوقع المواجهة مباشرة ما بين طران وتلبيب أم أن الرد والرد الإسرائيلي سيكون عبر الوكلاء في المنطقة نعم إذا هناك هجوم مباشر من الأراضي الإيرانية أنا لا أعتقد بأن إيران ستعمل ذلك ولكن إذا حصل هذا الشيء فالضربة الإسرائيلية ستكون في الأراضي الإيرانية وكما لدى إيران سواريح طويلة الأمد طويلة المدى تستطيع أن تدرب فيها في العمق الإسرائيلي إسرائيل لدي أيضا سواريح تستطيع أن تدرب تيران حتى فأنا لا أعتقد بأن إيران ستوامر هذه المغامرة المحلل السياسي أغني بن مناحم شكرا جزيلا لك أفادت وسائل إعلام الحوثية بأن طائرات أمريكية وبريطانية شنت ثلاث غارات على مطار الحديدة وأربع غارات على منطقة الجبالة في المحافظة متحدث باسم جماعة الحوثي قال إن الجماعة تستهدفت أربع سفن في خليج عدن بطائرات مسيرة وصواريق بحرية مشيرا إلى أن إحداها سفينة حربية وإلى تطورات الحرب في غزة حيث قال رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو إن الحرب لا تزال مستمرة بكامل قوتها نتنياهو جدد خلال زيارته إلى قاعدة جوية تهديداته بأن إسرائيل تسير على مبدأ رد الأذى بالآه نمر بأوقات عصيبة فنحن في خضم الحرب في غزة التي لا تزال مستمرة بكامل قوتها في الوقت نفسه نواصل جهودنا المتواصلة نواصل جهودنا لإعادة المختطفين ولكننا نستعد أيضا لسيناريوهات التحديات من جهات أخرى وضعنا مبدأ بسيط ما يؤذينا نؤذه ونحن نستعد للرد على الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل دفاعاً وهجوباً موسيقى موسيقى قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عشرات الأهداف فوق الأرض وتحتها وسط قطع غزة إذا عدت الجيش الإسرائيلي قبل ذلك كان أفادت ببدء عملية عسكرية على مشارف مخيمة المصيرات وسط القطع وذكرت أن الجيش الإسرائيلي بدأ العملية بسلسلة من الغارات الجوية في المنطقة مرأسل العربية أوضح أن القوات الإسرائيلية تمركزت على مشارف مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وصف اشتباكات عريفة في مناطق المغرقة والزهراء وشمال وغزة نتابع تطورات من رفح جنوبي قطاع غزة مع مرأسل العربي أحمد حرب أهلا بك أحمد ما آخر تطورات لديك خاصة المعلومات التي تحدثت عن اغتيال الإسرائيل لأحد ممولي حماس في رفح نعم محمد في رفح أيضا قبل قليل كان هناك استهداف لسيارة مدنية في منطقة مصبح شمال لكن حتى اللحظة لم ترد أي معلومات عن ما هي الاقتيال أو الاستهداف لهذه السيارة من كان يتواجد ربما في الأبقاء القادمة تتضح الصورة أكثر في هذه عملية الاستهداف السيارة مدنية إسرائيل هو ناصر ناصر هل هناك أي معلومات عن هذه الشخصية ودورها في تمويل حركة حماس كما تقول إسرائيل يعني حتى هذه اللحظة محمد ما صدر عن الجيش الإسرائيلي بأنه تم اغتيال شخص يمول حماس ماليا وهو شخص مركزي في الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام حتى اللحظة لم تتضح التفاصيل فيما يتعلق بما هي هذه الشخصية من هي وأين تم الاغتيال هو الجيش الإسرائيلي يقول في رفح لكن حتى هذه اللحظة لم تزدر أي بيانات رسمية من حماس أو من الفصائل الفلسطينية الأخرى فيما يتعلق بعملية الاغتيال هذه لكن حتى دي اللحظة محمد عمليات العملية العسكرية في مناطق وسط القطع لازالت مستمرة خاصة في الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات الجيش الإسرائيلي استهدف منزلين قبل قليل في المخيم الجديد في شمال مخيم النصيرات أصوات الاشتباكات لازالت تعالى وترتفع حدتها في منطقة المغراقة ومدينة الزهرة ويبدو أن حدة الاشتباكات تعكس العملية العسكرية الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يقول بأنه شن هذه العملية من أجل القضاء على القدرات العسكرية لحماس في هذه المناطق خاصة في منطقة المغراقة ومدينة الزهرة ومدينة الأسرة تم العثور على منصة لإطلاق السواريخ في الساعات الماضية من قبل الجيش الإسرائيلي وقام بتدبيرها كما يقول ويؤكد الجيش الإسرائيلي في هذه العملية العسكرية أيضا في شرق البريج وفي شمال أيضا المخيم لازالت أصوات الاشتباكات مستمرة في هذا المخيم الجيش الإسرائيلي يتوغل في الأطراف الشمالية والشرقية ويتمركز وأيضا تدور اشتباكات وقصف من المدفعية الإسرائيلية في هذه المناطق تركيز محمد في مناطق وسط القطاع ويبدو أنه يريد أن ينهي العمليات هنا ويقوم بالقضاء على القدرات العسكرية لحماس وبعد ذلك ينتقل إلى رفح حسب طيب بمعنة تتحدث عن عملية رفح هل هناك أي مؤشرات على الدفع بأهليات عسكرية إسرائيلية إضافية إلى حدود المدينة؟ حتى اللحظة محمد الحدود الشرقية لرفح لا زالت الدبابات الإسرائيلية تتمركز بها بشكل كبير وتقوم بقصف المنازل والأراضي ولكن لا يوجد أي تحرك أو توغل أو أي استهدافات تشير لأن الجيش الإسرائيلي يريد التحرك والدخول أكثر إلى عمق مدينة رفح ولكن الآن محمد الجيش الإسرائيلي يكثف من القصف المدفعي من عمليات الاستهداف من الجوس ولمنازل لسيارات لأراضي زراعية فارغة لمنصات لإطلاق الصواريخ في كافة عموم مخيم أو مدينة رفح الجيش الإسرائيلي يقول بأن العملية في رفح ربما تستغرق أسابيع قادمة بعد الانتهاء من مناطق وسط القطاع ويعني محمد هناك موقف أمريكي وموقف مصري من هذه العملية لذلك الجيش الإسرائيلي حذر في التقدم إلى رفح خاصة ونحن نتحدث عن مليون نازح في هذه المدينة يريد أن تكون هناك خطة الجانب المصري والجانب الأمريكي من أجل إجلاء المدنيين على الأقل من مدينة رفح والانتقال بهم إلى مناطق أكثر أمانا حتى تكون هناك عملية عسكرية مقبولة بالنسبة للجانب الأمريكي والمصري أحمد حرب شكرا جزيلا لك كشف البنتاجون عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف لسعودية وذلك بتكلفة تبلغ أكثر من مائة مليون دولار حيث تعتبر هذه الصفقة المحتملة خطوة مهمة في التعاون الدفاعي المستمر بين البلدين وبهدف تعزيز القدرات الدفاعية السعودية ترجمة نانسي قنقر في سعودية ينقل أكثر من مليون مسافر خلال شهر رمضان أهلا بكم من جديد نجاح للخطة التشغيلية والقام غير مسبوقة حققتها شركة الخطوط الحديدية السعودية سار خلال موسم رمضان المنصر حيث نقلت خلال رمضان الأخير أكثر من مليون مسافر بزيادة قدرها 22% مقارنة برمضان السابق وكان ذلك من خلال أكثر من 2800 رحلة بارتفاع قدره 12% عن ذات الفترة من العام الماضي عبر قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مكة والمدينة المنورة وجدة أيضا كشف مطار جدة للعربي عن وصول عدد المسافرين القادمين والمغادرين خلال موسم رمضان أكثر من 40 ملايين مسافر كما يعمل المطار على توفير كافة تسهيلات لاستقبال أعداد المعتمرين والزوار المغادرين عبر صالات المطار وذلك من خلال تهيئة جميع الصالات ينضم إلينا من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مراسل العربية سلطان السلامي أهلا بك سلطان إذن ساهم هذا المطار بشكل كبير في تعزيز الحركة وتسهيل الوصول والمغادرة أيضا من وإلى المشاعر المقدسة بالفعل محمد يشكل أو تشكل مطارات جدة أو تأخذ الحصة الأكبر من عمليات الوصول المغادرة للمعتمرين أو حتى كذلك للحجاج وزوار المسجد الحرام طوال موسم رمضان أو حتى كذلك موسم الحجن نتحدث عن قرابة أربعة مليون مسافر بين مرحلة قدوم ومرحلة مغادرة طوال موسم العمر أو بذ ومنذ بذ موسم العمر بشكل عام إذن نتحدث عن قرابة أكثر من 24 ألف رحلة تمت طوال موسم العمر ورقام كبيرة تم تشغيل مطارات جدة بكامل الطاقة الاستيعابي نتحدث عن ثلاث صلات مهمة جدا وهي الصالة واحد وكذلك الصالة الشمالية وأيضا مجمع صلات الحج العمر نتحدث عن قرابة أربعمائة وعشرين كوينتر أو منصة خاصة للجوازات لإنهاء أجراءات السفر نتحدث عن مساحات كبيرة جدا وأكثر من قرابة 9 ألاف موظفي يعملون على مدار الساعة للتعامل مع أكبر عدد ممكن من المسافرين أيضا نتحدث أن يتم استقبال المسافرين وإنهاء الإجراءات منذ دخول المسافر مع بوابات الصالة إلى وصول إلى منصة الإجراءات ومن ثم إلى الصالة الداخلية في قرابة مدة زمنية لا تتجاوز العشرة الدقائق نتحدث كذلك عن وجود أكثر من 500 موظف إرشاد يعملون داخل الصالة لتوجيه المعتمرين والزوار بأكثر من 11 لغة تقريبا كل هذه الأرقام المهمة لتسهيل وتحسين تجربة المستفيد أيضا نتحدث عن مواقع الحافلات التي يتم نقل المعتمر أو الزائر من صالة إلى صالة أخرى في ظرف زمني قياسي حتى لا يكون لك أي أشكالات داخل الصالة أيضا فيما يتعلق بعملية دخول المسافرين أو المعتمرين بعد انهاء مناسك العمرة هناك منقاط فرز للتأكد من موعد سفر هذا المعتمر لا يسمح بدخول المعتمرين أو الزوار من الخارج تحديدا إلى المطار إلا قبل موعد الرحلة ما بين 6 إلى 4 ساعات حتى لا يكون هناك أي تكدسات بشرية داخل أروقة الصالة أيضا التحدث فيما يتعلق بمنافذ بيع مياه زمزم هي منتشرة في كافة الصالات أيضا فيما يتعلق بالعمل المشترك بين أكثر من 27 جهة أمنية وخدمية وعاملة يعملون جميعهم هنا في مطارات جدة لتقديم كافة الخدمات وتسهيل تجربة المسافر هذا فيما يتعلق بأجواء العيد محمد منذ صباح العيد وحتى هذه اللحظة للك فرق شعبية تقدم في الكرور السعودي الشعبي وكذلك توزيح حلوى العيد وأيضا التكبيرات وغيرها ليعني خلق أجواء العيد للمسافرين جميل فقط في دقيقة لننقل الصورة بشكل مباشر جميل هذا المطار أنه يجمع كل الجنسيات وكل القارات في مكان واحد بالفعل محمد اليوم هناك مطار جدا بالفعل يشهد عدد كبير من المسافرين بمختلف جنسياتهم وفئاتهم وأعمارهم لذلك نشاهد كيف المسافر اليوم يستطيع أن يأخذ تجربة مختلفة ومميزة من خلال ليس فقط إنهاء أجراءات السفر والتوجل للصلاة الداخلية للإقلاع أيضا نتحدث عن الأسواق وكذلك المحال التجارية وأيضا التسهيلات التي تقدم للمسافرين بشكل عام حتى يكون هناك سرعة كبيرة وعدم زعاج لأي مسافر هنا في مطارات جدا أيضا مرصات الإجراءات الذكية التي يستطيع من خلال المسافر قص البوردينج تحديدا وشحن الأمتعات تلقائيا هي منتشرة بشكل عام في أروقة المطار وأيضا نهيك عن الكوينترات التي تتجاوز عدد قرابة 420 كوينتر في مختلف صلاة الحج والعمرة والصلاة واحد والصلاة الشمالية سلطان السلمي شكرا جزيلا لك سوق أثميري أحد أشهر الأسواق التراثية في العاصمة الرياض ووجه للكثير من السياح الباحثين عن المنتجات التراثية والهدايا التذكارية كما يعد وجهة لمتسوقي المشالح خاصة خلال أيام العيد يقيس هذا الشاب ذلك الرداء الأبيض الذي اختار أن يرتديه للعيد ويسابق الزمن هذا الحرفي لإنجاز العقال الذي ينتظره صاحبه وسوق الثميري في وسط العاصمة الرياض كان الوجهة هو يحاكي شيء من التراث وفي نفس الوقت أصبح يحاكي شيء من الحضارة من إقامة فعاليات الإفنتات العوائل الأفراد الشباب حتى أكبر السن وهذا الشيء اللي إن شاء الله نتمنى أنه يستمر سنوات طويلة المستزمات الرجالية كاملة والسوق مميز ونروح الناس اللي فيه وأن تشوف الناس وتقابل الناس والمطاعم موجودة وكل شيء موجود تتمشى تأخذ قهوة وتمشى تشتري أغراضك في وقت المستزمات الرجالية أبرز ما يميز هذا السوق من عمائم أو كما تسمى بالأشمغة التي يقبل عليها الصغار أيضا احتفاءا بيوم العيد السبح سلعة أخرى يشتهر بها هذا السوق بجمهورها الخاص الذي يحضر من أجلها يمتاز سوق الثميري بكثرة المحلات وكذلك تنافس الأسعار جدا يجذب العميل هذه النقطة الثانية وكذلك أنا عميل وخصوصا جيت الثميري اليوم لأنني بشتري مشلح أو يسمونها بشت وهنا يتواجد بكثرة قليل ما تجد سوق يتميز ببيع المشالح ذات الألوان والأسعار المختلفة أنا أجي مع أبوي هنا أكثر المحلات لعشان السبح فكذلك الوالد هاوي للسبح وهاوي للخواتم فكذلك يجينا في وقت مستمر مثلا اللي بيأخذ لها بشوت اللي بيأخذ لها حاجات يجي هنا يعني يلتجي لهذا المكان كسب هذا السوق شعبية واسعة فبات يحضر إليه من كافة أنحاء العاصمة السعودية لتاريخه للبرتبط بالرياض قديما ومن أجل قضاء حاجياتهم والاستمتاع بأجوائه الخاصة هذه الأيام يعد سوق الثميري أحد أميز الأسواق في وسط مدينة الرياض ووجه للمتبضعين من الرجال ورافدا سياحيا لمحب تراث من الرياض علي الشريف العربية أيضا تمثل صناعة العود والبخور بالطرق التقليدية مهنة متوارثة منذ القدم عرفت بها العديد من الأسر في محافظة الأحساء شرقية السعودية نجح هاذان الزوجان في تطويع كرب النخيل وتحويله إلى بخور يصنع محليا بروايحة متنوعة هنا في محافظة الأحساء شرقية السعودية فيما يستثمر الثنائي قبيل العيد لزيادة إنتاجهما بسبب كثرة استخدامات العود والبخور وتقديمه كهدايا للتعبير عن الفرح في مناسبات الأعياد هذا الكرب الذي أستخدمه من مزرعاتي فأنا لا أحتاج أن أستورج أي شيء من بره طيب والنتائج ما شاء الله تبارك الرحمن نتائج أنا اللي اكتشفتها أفضل حتى من البخور العادي يعني لما تحطها على الجمر ما يتبخر بسرعة الكرب وحتى لو خلصت مثلا ريحة الريح العطرية اللي فيه هم برضو يعطيك ريحة كرب يعني ريحة مزارع أقبال أكثر من كل الشهور طبعا الأعياد بسبب الأعياد فترة الأعياد عادة تكون فترة زواجات مناسبات العائلية يكثر الشراء البخور العود اللبان فيحتاج الناس الاهداء بعد الناس تتهادى في العيد فيكون أكثر أقبال على البخور والعود لكل عائلة طريقتها الخاصة في صناعة وإنتاج البخور لقافة أحسائية يتوارثها الأبناء ويتعلمها الصغار كما هو الحال مع الصانع أبو منذر الذي يسابق الزمن لتجهيز طلبات الزبائن التي تزداد في الأيام التي تسبق العيد كجزء من العادات والتقاليد المجتمعية خاصة مع مناسبة العيد التي تشهد إقبالا على شراء العودي والبخور البخور يعتبر من تغافة أهل الحسن يصنعونه في بيوتهم كلهم دون استثناء وأكثرهم يسوونه بس كل بيت له هناك حتة ولا أريحة اهتمام الكل خلاني يعني يزيد اهتمامي فصار الطلب يخليني أسوي أسوي ليه ما حسيت أني أقدر أسوي بشكل ممتاز انتعاش سوق العود والبخور في الأحساة يأتي في ظل تعدد استخدامات البخور في المنازل وكذلك المجالس التي تعد لاستقبال الضيوف وتطيب المساجد خلال أوقات الصلوات لسيما صلاة العيد كما أنها تعكس ولع الرجال والسيدات بأنواع البخور المنتجي محليا في الأحساة تكثر المجالس كثيرة سواء للنساء أو للرجال فالبخور يبخرون المكان قبل أن يجوون الضيوف والعود يختلف يعني بعدين العود يبخركم تبخيرها رقم اثنين الأول البخور وبعدين العود لأن البخور أصلا أساسا قبل دخول يعني الأعواد كانت البخور هو الأساس في التصنيع في البيوت صناعة العود والبخور في الأحساة تختص بها العديد من العائلات وتشكل اليوم منافسا حقيقيا للمنتجات المستوردة بسبب أنها تجد مصدرها من الطبيعة المحلية وتمتاز بتنوعها وأسعارها المقبولة إضافة إلى تفنن صانعيها بأصناف وروائح مبتكرة من الأحساة على اللغب العربية أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل منصة إحسان تستقبل أكثر من مليار وثمانمائة مليون ريال خلال شهر رمضان أرقام مليارية حققتها الحملة الوطنية للعمل الخيري في سعودية بنسختها الرابعة حيث بلغ حجم التبرعات أكثر من مليار وثمانمائة مليون ريال منذ تدشين نسختها الرابعة في الخامس من رمضان الماضي منها تبرعان قدمهما العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بلغ إجماليهما سبعين مليون ريال كما بلغت عمليات التبرع خلال فترة الحملة أكثر من ستة عشر مليون عملية ليصيل بذلك إجمالي تبرعات منصة إحسان حتى الآن إلى أكثر من ستة مليارات وثمانمائة مليون ريال سيجتمع القمر مع ثورية في اليوم الثالث من الشهر الهجري وهذا دليل على نهاية وصم الربيع التفاصيل كالعادة في تقويم مع خالد زعاق أجمل ما بلكون القمر وأجمل النجوم الثرية وإذا اجتمع الجمالين على طاولة السماء قال العرب القمر قارن الثرية فالمقارنة معناها الاجتماع ولهذا سمي عقد الزواج بعقد القران ليش؟ لأنه جمع بين اثنين من الأصل أنهما مفترقين واجتماع القمر بالثرية يوم الثالث من الشهر الهجري دليل وأماره على نهاية موسم الربيع والعام ما يقولون اجران ثالث ربيع ذالف والاقتران تقريبي بمعنى أنه يمكن للقمر أن يقترم بالثرية قبل أو بعد التاريخ المدوم بيوم أو يومين والثرية تقترم بالقمر في كل شهر أي 12 مرة ست مرات مشاهدة بالعين ليش؟ لأنها بالليل وستة مرات لا تشاهد لأنها بالنهار وبعد 40 يوم ستختفي الثرية 40 يوما وإني لا أنظر في الوجود بأسره لأرى الوجوه فلا أرى إياك قالوا ويخلق أربعين مشابها من أربعينك لا أريد سواك ختام الرابع لهذا اليوم تبقى تثير بأبرز العنوان وسط رد إيراني متوقع قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل ودعوات لضبط نفس إعرام الحوثي يقول بأن غاراتنا أمريكية بريطانية استهدفت مطار الحديدة ومنطقة الجبانة في المحاق البنتاجون يعلن موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع أنظمة عسكرية لسعودية ومنصة إحسان تستقبل أكثر من مليار وثمانمائة مليون ريال خلال شهر رمضان أنظار جماهير الكرة السعودية تتوجه الليلة إلى أبوظبي لتدويج بطل كاس السوبر السعودي دائماً المزيد من الأخبار والتقارير على العربية دوت نت موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل في الرابعة إلى اللقاء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر